تتمت الدرس الاول فيما يتعلق باستخدام cam studio. الان سنتعرف على بقية الاشياء الموجودة في cam studio وكيفية تستعمالها. هنا option video وهي مهمة جدا لاستخدام cam studio. هنا انصحكم دائما باخذ microsoft video one دائما لانها الانسب في ما يتعلق بالمواقع على الانترنت. يجب دائما استخدام microsoft video one. هنا كالتي يجب اخذ سبعون او خمسة وتمانون هكذا. وهنا دائما يجب ان يكون هذا الزر على اليسار تماما حتى تكون الصورة افضل في التسجيل. اضغطوا هنا اوكي. هادي اوبسيون دي كورسير تعني يمكن استعمال لا سغي. ويمكن اظهاره بهذا اللون الاصفر ويمكن تبديل اللون هكذا ازرق او كما تريدون. نضعه اصفر. هنا هنا لتجيل الصوت اذا اردتم بدون صوت يمكنكم الضغط هنا. اذا اردتم تكلم مع التسجيل يكفي الضغط هنا مايكروفون. وندهب هنا اوبسيون ديو نضغط هنا اوبسيون ديو مايكروفون. وهكذا يمكننا الزيادة ونقصان في المايكروفون. نجعله كذا دائما. وهنا ناخد استيريو سيزبيت. واذا كان هناك تشويش على المايكروفون فيكفي الضغط على هنا ووضع علامة هنا. يكفي وضع علامة هنا وسيكون الصوت افضل ولن يكون هناك تشويش. نضغط اوكي. هنا. اضغط هنا. فإذا كان هناك اوديو وفيديو. اذا كان هناك الصوت يسبق الصورة. يمكننا اضغط هنا. وتبديله تبديله 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 ثمانون تسعون. كما تريدون. حتى يكون الصوت مطابق مع الصورة. اوكي. هنا كذلك. اضغط هنا. اوتيون دي بروغرام. ويجب وضع العلامة هنا وهنا. مهمة. هذا الشكل. وهنا اختيار اتليزاتور دي لكتر كام سوديو اتنين. هنا. يجب اخذ. وضع علامة هنا. اتليزي دوسي طنبو غير دويندوز. وهنا يجب دائما اخذ نغمال. حتى تكون الصورة افضل نغمال. هنا. هنا في شعافي. وضع علامة هنا. هذا ما يتعلق بخصوص تسجيل فلاش. هذه تعني كلافيي. ويمكننا استعمالها عندما نقوم بكتابة الكلمات او النصوص. ويمكننا اختيار اي نقطة هنا. كنترول. يكفي الضغط على كنترول. فتأتي النص مطابق مع الشاشة. ويمكنوا استعمال مجموعة متعددة. هنا النصوص. ويكفي الضغط على كنترول. فيتبدل النص الى سويفان الى الاخر. ويمكنكم اغلاقه. تعرفنا على بقية ما يحتوي. هنا يمكنكم اغلاقه. وهذه ليس لها شأن كبير. يمكن استحسن تركوا هكذا. وهنا تعرفنا على هذه الاشياء. لكيفية وضع النصوص. وهذا الزر. يستعمل من اجل تسجيل عن طريق الواب كام. سنتعرف عليها في الدرس المقبل. وطريقة التسجيل بواب كام. هذا الزر كوفيرتي. وعن فلاش. لاستعمال صورة عن فلاش. هنا في نورمال. وهنا مساعدات. انتهينا من هذا الدرس. تمنى انكم قد استفدتم. والى درس مقبل بحول الله. وشكرا. 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 اشتركوا في القناة.